أما بقى فيما يتعلق بتصريحات محمد الشناوي كابتن الفريق اللي يصرح بيها خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيمه بالأمس قال إن المباراة بطبيعة الحال حتكون مباراة صعبة وقال إن الفريق منافس فريق قوي وسبق وواجه النادي الأهلي من فترة وجيز هذا الموسم في الدوري المحلي وأكد على إن النادي الأهلي أغلق تماما صفحة كأس العالم للأندية بعد ما توض بالميدالية البرونزية وقال إن كل اللعيبة حاليا ما بيفكروش غير في بطولة السوبر المصري ومركزين تحديدا في مباراة النهاردة أمام سيراميكا كريوباترا وقال نحن تعودنا على تلاحم وتوالي البطولات ويبتدأنا بالتحضير طبعا مع محلل الأداء لدراسة الفريق المنافس وكيفية تحركات لاعبي في أرضية الملعب وقال كمان إن النادي الأهلي بطبيعة الحال بيسعى لحصد لقب السوبر تعالوا برضو نسمع جانب من تصريحات ميستر كولر والشناوي خلال المؤتمر الصحفي من خلال هذا التقريب شكرا hold on أن هذا الشتاديون يكون مهما تخفي من نعم ويمن أننا نجاح بالنعب سوف يطلبنا بجميع القيام كلما تحضير كلما كبيرا شوائعة لكنا نرى ونعبنا يومين لقد عملنا المس نجل قوي جدا على الهيوم الجمعة يوم السابت نغرى في جدة نحن نجد في لدأ نغرى لنا في جدة نغرى لنا في جدة بتاع يوم الجمعة واللعيبة اللي شاركت كانت في الفندق في الجيم بتاعمل استشفى اتمرد مع جميع صغيرة يوم السبت بعد كالا سافرنا لسا جايين مبارح بالليل النهاردة اللعيبة اللي شاركت في المطش حتى تنزل معنا التمرين النهاردة لكن التمرين ما يقدرش ان هو يبقى تمرين شديد او قوي لان احنا لسا في مرحلة الاستشفى وعارض البناء البدني عشان نقدر نحن نلعب مطش بكرة مرة تانية ففكرة الاستعداد او التحضير دي يعني تبقى فيها صعوبة كبيرة جدا في ظل هذه الظروف لكن احنا بدأنا الشكل النظري اتفرجنا على فيديو عن تحليل المطش للفريق سيراميكا وانا قلت اللعيبة بشكل واضح واللعيبة انت هايلي مدركة ده جدا فريق سيراميكا فريق قوي جدا فريق محترم جدا بلعب كرة كويسة هيحتاج مننا مجهود كبير جدا عشان نقدر ان احنا نجريه بكرة هنقدر ان نحتاجين تركز نكون مية في المية محتاجين ان احنا نكون ذهنيا وبدنيا في اعلى مستويات عشان نقدر ان نتخطى فريق بالقوة دي وده دعيبة عرفية واحنا عارفينه وبنحاول ان احنا نتكلم فيه طول الوقت من اول ما وصلنا هنا وبنتمنى بكرة ودي نقطة قوة لينا محتاجينها بكرة جدا هي الجمهور بنتمنى ان الجمهور النادي الاهلي يقفل الملعب بكرة لان هو ده اللي حيدينا طاقة ان احنا نقدر ان احنا نضغط ان احنا نتحرك ان احنا نتلع من الحالة دي بسرعة وان احنا نكون في احسان حالة سيلاح قوي جدا سيلاح قمورنا دي الاهلي واتمنى ان احنا نتكلم معنا بكرة احنا نتكلم واحنا نتكلم بعد واحنا نتكلم من نتكلم ومشارك تفائيون بهم وعنثى ما نتكلم من احنا نزل در انه لانا نتكلم من قبل تادم اعتقد ان احنا محرك حق لكن احنا لعابيتنا عندها خبرات كبيرة جدا انها قادرت تقدر تتعام مع الريتم زي كده دي مش حاجة جديدة عليهم احنا من السنة اللي فاتت واحنا تقريبا الموسم اللي فاتت برضو كان بجدنا لحظات كده في الموسم كنا بنلعب بالريتم ده لعابيتنا متعودة على الريتم ده وعارفة تتعام معه ازاي عندهم الخبرات كيفية التعامل مع الريتم ده لكن احنا بنحاول طبعا هنطلع احسن ما عندنا بكرة بالتأكد عندنا قايمة كبيرة جدا من اللاعبين فيها لعبين كثير مميزة فبالتأكيد بكرة هبقى فيه تغييرات او تعديلات في التشكيل او الناس هتلعب الاول مرة لكن ده مش مكانه النهاردة ان انا ولا وقت ان انا اقول قبل المباراة مين هموجود ومين مش هموجود او تشكيل تشكيل بيتم اعلانه قبل المباراة مباشرة لكن في النهاية اي 11 هترم اختيارهم المباراة انا متأكد واثق فيهم ومع اعرف انهم هم تحاولون ومع اجمع احنا فيه ومحننا بهم ومع تحاولون كل ما فيه احنا ومع احنا فيه الجميع تحاولون كل ما فيه وانتظر على كل ما فيه ان يكونوا محاولاً يجب يحتوي على كل شعر يوم جاتبه يوميا ان نقوم الآن شهرات الجهام شهراته أيضا لا يكتلك يهم قد يكونت بسيئة شيء ضجمك ماشياته لأنه فيارة إلى الاعتقد ل badass كارية ومن فضلك وبد choice واحده حينيزة رعب وهمنا لا يمكننا التدقى وابن مع ألوان وهو طريقة جداً لطيقة أحدث نفطًا يدعون أجل اللقاء التي يمكنها تقديم المسؤولات وفر مؤسس لكن لأن من المسؤولات لقد اشترينا أن نشارك في مرة أول وفر أن نشارك في مرة أجل ونظرنا أن نشارك في مرة أجل فالعيبة عارفة المسؤولات دي كويس جدا إن الموضوع ما فيش مجال فيه للتهاون لازم هنجيب لازم أقصى ما عندنا عشان خطر ناخد أو بطولة نادي الأهل نادي الأهل يخصى 3 بطولات دي مش حاجة هينة فالعيبة مقدرة المسؤولات دي جدا وعارفين إيه اللي قدامهم وإيه اللي احنا محتاجين وحددخلنا على نص نهاية أو قبل نهاي قبل نهاي قبل نهاي بأي بطولة اسمه قبل نهاي لازم يتدي فيه كل حاجة فالعيبة عارفة مسؤولياتها احنا عارفين مسؤوليتنا مركزين ما عندناش مجال للشكوى وإن احنا نشتكي اه احنا تعبنين والتانيين مريحين ما فيش الكلام ده ومش هندور على أي أعذار وخصوصا برضو ممكن واحد يبص الموضوع من ناحية تانية إن احنا بنلعب ماتشاط معناه إن احنا رتمنا كويس إن احنا دخلين في رتم ماتشاط عكس فرقة تانية ممكن تكون وإنما بتاخد أجازة طويلة بتحتاج وقت أطول عشان تخش فرقة من الماتشاط يعني هنتركزنا حاضر زينيا حاضرين وقدرين وإن شاء الله بإذن الله احنا من كل ما نقدر عليه عشان نقدر إن احنا نتخطمتش بكرة وإن ناخد اللقب دالي مهم جداً لن نجي أكيد طبعاً المباراة احنا عارفين المباراة بالنسبة لنا يعني مباراة صعبة جداً وإحنا عارفين فرقة سراميكا كويس جداً لسا لعبنا من قريب وإذا كنتش مال إحنا لسا وصلنا من براح بالليل إحنا دلوقتي منحضر المباراة يعني اتفرجنا على الفرقة النهاردة عندنا تمرين النهاردة ومنحضر بشكل كويس والعيبة بتاعت النهد الأهلي عارفة المباراة صعبة وده اللي إحنا اتكلمنا فيه وعارفين البطولة دي مهمة بالنسبة لنا ومهمة لجمهور عشان كده إحنا إن شاء الله ربنا يكرمنا بكرة ويوفاءنا ونصح لنها إن شاء الله